مقال نقدي عن قصيدة استمتعت بها سواء في المقال نبدأ المقال بيقول احد القصائد التي استمتعت بقراءتها هو قصيدة لو كان بإمكاني أن أتوقف أو أوقف أمنع كانت قصيدة الكاتب الأمريكي العظيم القصيدة طبعا قصيرة جدا معظم الصطور بتاعتها يعني لها قافية واحدة ووجدت سهولة في قراءتها بالنسبة لشرح القصيدة الكاتبة تقول أو الشاعرة إني لو الشخص أو أي شخص بإمكانه يمنع أي حد من إنه يشعر بالحزن فإن حياة هذا الشخص ستكون ناجحة الشخص بإمكانه الشخص بإمكانه الشعرة كمان عايزة تساعد الطيور الصغيرة في أعشاشها في الحقيقة فهي تنصحنا أن نخفف آلام الآخرين لكي تكون حياتنا زو معنا أنا أحب الرسالة التي ترسلها القصيدة الرسالة هي الرسالة هي إن حياة الإنسان يكون لها معنى إذا ساعد هذا الإنسان الآخرين الكاتبة تريد أن تساعد الناس الذين هم أقل سعادة منها الرسالة تذكرني بمقولة للكاتب الإنجليزي أو الراوي الإنجليزي شارلز ديكانز يقول هذا الرسالة لا أحد يستخدم في هذا العالم الذي يستخدم الآخرين يعني مفيش حد في هذه الدنيا بلا قيمة طالما أنه يخفف من أعباء الآخرين في هذه القصيدة بنعرف منها أو من الأسلوب بتاع الكاتبة أن شخصيتها طيبة متعاونة باقتصار فإن قصيدة إف آي كان ستوب إز ألافلي انتورستين شورت باويم قصيدة جميلة وشريقة ترجمة نانسي قنقع ترجمة نانسي قنقع اشتركوا في القناة